اشتركوا في القناة نبدأ من بيج 321 صفحة 321 في عندي فقرة فيها أربع فراغات علي أن أكملها من القائمة اللي موجودة فوق دي اللي فيها ست كلمات بختار تلك كلمات على البوكاب على المفردات وواحدة على الجرام أقرأ الفقرة جيدة مرتين قبل ما أحل أي حاجة with يعني be might ربما appear يظهر must يجب أن appearance يعني مظهر anxious يعني قلق أو متوتر teenagers المراهقين have many problems لديهم العديد من المشكلات one of these problems واحدة من المشكلات دي is there space some of them are impressed about being so tall بعضهم بيبقى محرج كون ان هو طويل للغاية طبعا يبقى عندهم ايه مشكلة في المظهر في appearance يبقى أول واحدة عندنا هنا ايه appearance في ناس بتبقى من لفت النوم يعني بيبقى محرجين جدا ان هما طوال قوي other teenagers بعض المراهقين الآخرين get very anxious بيبقوا قلقانين number two anxious من المتحنات بتاعتهم بعض المراهقين تشعروا بعدم السعادة من قدرتهم بقدرتهم مش بشعروا بالسعادة تجاه قدرتهم بشعروا ذات أخرين من أفضل منهم المتحن في رياضة أو المواد المدرسية يشعروا الأشكاء الذين يححب أحدهم بالربيد يشعرون أن الناس تضحك عليهم ربما يعني نوبر أخرى إنه الثلاثا يختار الإجابة الصحيحة يشعروا رسائل النصية النصية الغير طيبة جعلتها تشعر حقا إنها أبسط منزعجة يعني الألف مليون دوت اللي هو المليار الباليون نمبر سري نضع بريفكس أه إنكارج يشجع بنحط لها البداية عشان تدينا العكس عايز أقول لها يشجع اللي هي إيه هحط لها البداية دي آي اس نمبر فور نسساري يعني كلمة ضرورة بتساوي بالضبط كلمة أساسي زي كلمة عقلي بتساوي كلمة يعني عقلي برتك نمبر فايف أنت تكون شاعر بالوحدة عشان انت مش مع الناس الآخرين يبقى في الحالة دي انت شعر بأن انت إيه الشعور بالوحدة إن انت متكونش إيه آآ مع الناس الآخرين طيب نمبر سيكس زي بنحط اللاحقة زي يعني يفهم بحط لها اللاحقة إيه عشان تبقى صفة تبقى يبقى معناها متفهم تمام كده يبقى حط لها إيه آي ني جي نمبر سيفن فور مي بنسبالي إجزامس اللي امتحنات مشكلة يعني أنا بقى قلقانة جدا منهم يبقى قلقانة أو متوترة نمبر ايت يعني يجب عليك إن انت تخبر والدك أو مدرسينك لو في حد حاول حاول يتنمر عليك إلكترونيا يبقى نمبر ناين يعني حاجة محرجة يعني الحاجة المحرجة دي بتبقى يعني غير مريحة نمبر تن the opposite of essential عكس كلمة أساسي أو رئيسي is the format بتتكون by adding the prefix عن طريق إن احنا بنحط البادئة you in تبقى unessential غير أساسي أو غير دول نمبر 11 space life is the time you spend enjoying yourself with other people يعني الحياة الاجتماعية اللي هي social life عبارة عن إن انت بتقضي وقت بتستمتع فيه مع الآخرين قلبنا الصفحة page 322 صفحة 322 number one read and complete اقرأ وأكمل mustn't يعني يجب ألا cyberbullying التنمر الإلكتروني support يدعم أو يساند disappoint يحبط must يجب أن وهلب فول بتيجي بمعنى متعاون وبتيجي بمعنى مفيد nearly all people use social media يعني تقريبا كل الناس بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي in their daily lives في حياتهم اليومية social media وسائل التواصل الاجتماعي can be space when people share experience يعني الوسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون مفيدة helpful لما الناس بتتشارك الخبرات بتاعتها and space each other وكمان بييدعموا بعضهم البعض يدعم أو يساند يعني support number two support طيب بعد كده بيقولك people الناس can spread ممكن تنشر positive messages يعني الرسائل الإيجابية on the other hand على الجانب الآخر social media وسائل التواصل الاجتماعي can be a negative ممكن تكون شيء سالبي space is a big problem these days يعني أكبر مشكلة بدون نواجهها على وسائل التواصل الاجتماعي هو التنور الإلكتروني cyberbullying is a big problem هو مشكلة كبيرة these days هذه الأيام بعض المراهقين have experienced it يعني بتعرضوا للتجربة دي we all كلنا must يجب make good the use of social media كلنا يجب علينا أن نستخدم الوسائل التواصل الاجتماعي استخدام جيد number two choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة space health is the health of your mind how happy you are يعني mental health الصحة العقلية هي صحة عقلك وقدي إيه أنت ساعد number two space means seeing only bad things معناها أنت ما تشوفش للحاجات السيئة يبقى أنت إيه في الحالة دي يبقى إيه سلبي السلبية هو أنت ما تشوفش للحاجات السيئة بس number three my brother أخويا was disappointed كان محبط with the exam من exam result من نتيجة المنحان space is similar in meaning of disappointed في حاجة برضا بتساوي كلمة disappointed محبط هي كلمة af rested يعني برضو محبط number four if disease لو المرض space among plantes انتشر بقى sprites انتشر ما بين النباتات it will harm their health هيئز وإيه صحة النبات طيب sprites يعني ينتشر number five children space bullied for different reasons يعني الاطفال بيتنمروا لأسباب مختلفة number six space is showing that you understand حتبين ان انت فاهم مشاعر الشخص and situation والموقف يبقى معناها انت بتظهر ايه التفاهم تمام كده يبقى انت ايه وتفاهم number seven we all felt glad كلنا شعرنا بسعادة about his this من موتو to form to form a meaningful sentence طبعا نكون هدي مش منطقية هو احنا شعرنا كلنا بالسعادة عشان هو توفى لا هنا عشان نعمل بقى جملة ايه عقلية we must use a instead of glad نستخدم ايه بدا كلمة سعيد نستخدم كلمة ساد كلنا كنا ساد حزنانين لوفاة number eight to get the opposite عشان تجيب عكس of understanding متفهم we add that prefix نحط البدائي miss m-i-s تبقى ايه غير متفهم number nine as this is something that you do not want other people to know يعني حاجة انت بتعملها ومش عايز الناس تعرف عنها حاجة دي بتبقى السر السر يعني sacred number ten i feel lonely انا اشعر بالوحدة وزويت ماي فاميلي من غير قسرتي the antenna of lonely is عكس كلمة lonely وحيد يعني ابو مفرده عكسها sociable يعني اجتماعي نروح على page 326 سفحة 326 في تدريبات على grammar number one read and cumulate اكرا واكمل strange غريب shouldn't ينبغي الا should ينبغي ان encourage يشجع disappoint يحبط impressed يعني محرج او مرتب محرج last week الاسبوع الماضي when i went to school لما رحت المدرسة some of my friends بعد اصدقائي loved at me تحقوا علي because i had a haircut عشان انا عندي قصة شعر ايه strange غريبة of course طبعا i felt اشعرت بالإحراج تمام كده اول خجل يعني يبقى impressed so لذلك i didn't go out ما خرجتش off the classroom من الفصل during the break اثناء الفصحة some of my good friends بعض من اصدقائي الطيبين try to me حاولوا يشجعوني يبقى encourage me number three encourage حاولوا يشجعوني to go out ان انا اخرج زي told me هما قالوا لي i should ينبغى علي tell my teacher about that bad experience يعني قالوا لي ان انت ينبغى عليك ان انت تخبر المدرس بايه بتاعك بالايه بالتجربة السيئة اللي انت مرد بيها number two complete the sentences اكمل الجمل with the correct form ده سؤال تصحيح سؤال الجرامر she not have she is not late for school هي مش متأخرة على المدرسة فهي مش مضطرة انها تسرع هنقول ايه بقى she انت يجب قالوا وبيجي بعدهم الفعل في المصدر واخدنا كلمة have to و has to بمعنى يضطر وبيجي برضك بعدهم الفعل في المصدر واخدنا might اللي هي ايه احتمال او number two a doctor have to be a good at science subject يعني الطبيب يجب عليه ان هو يكون جيد في المواد العلمية طبعا الكلام ده مصبوط بس انا عندي هنا a doctor الطبيب ده مفرد ماينفعش اجيب ايه مع هي وشي ات او اي اسم شخص مفرد ماينفعش اجيب have to بمعنى يضطر ان فبجيب معهم has to الطبيب has to يعني يجب عليه او يضطر ان هو يكون جيد في المواد العلمية number three he have washed his hands before he eats يعني هو المفروض ده نصيحة بقى المفروض هو ينبغي عليه ان هو يخسي ايد وقبل الاكل طبعا ينبغي يعني ايه يعني should number four i have to get up early tomorrow it's a holiday هو انا مضطر اصحة بكرة بادرة عشان اجازها لا انا مش مضطر ان انا اعمل كده يبقى i don't have to مش مضطر ان انا اعمل الشيء ده عشان ايه بكرة اجاز انا اصحة بدرة عشان بكرة اجاز don't have to number five you must turning off the lights before going to bed يعني يجب عليك ان انت تطفل انوار قبل ما تروح تنام في الفراش طبعا بعد مصط بيجي الفعل في المصدر من غير اي ادفات زي ما قلنا يبقى هنقول ايه بس يعني يجب عليك انت تطفل نوار قبل ما تروح تنام number six they must to study will يعني هما يجب عليهم ان هما يذكروا بشكل جيد بس مصط لازم يجب بعدها الفعل في المصدر ما ينفعش يبقى فيه حائل ما بينها وبين المصدر تمام كده يعني هنقول ايه زي بقى ايه مش هينفع مصط هنا ايه يجب علينا ان احنا نلمس الاشياء في المتحف لا يجب قلة يبقى نقول ايه بدل مصد نخليها مصند نلمس الاشياء الاسرية او الاشياء الفي المتحف number eight there is not much time لفت ما فيش وقت متبقي i has to prepare for the tour يعني انا لازم استعد للا ايه او اجهز للا الجولة او الرحلة اللي هما رحلها طب اي دي تاخد ايه تاخد have to هستو دي بتجي مع هيو شوقت او اسم مفرد تمام number nine you shouldn't listen carefully in the class يعني ينبغي عليك ان انت ما تستمعش بحرص في الفصل لا ينبغي ان يبقى بدل shouldn't اقول ايه should number ten زاسوب الشربة is hot ساخنة you should are careful يعني ينبغي عليك ان انت تكون حريص بعد should بيجي الفعل في المصدر والمصدر بتاع ام هو بي يعني ينبغي عليك ان انت تكون حريص يبقى زاسوب is hot الشربة ساخنة you should be careful يعني ينبغي ان انت تكون حريص number eleven you not have to bring more food انت مش مضطر تشتري المزيد من الطعام we have enough supplies already احنا عندنا امدادات كافية supplies يعني امدادات كافية يعني عندنا اكل كافي طيب الوقت يو ايه بقى انت مش مضطر تعمل الحاجة دي يبقى you don't have to number 12 we are احنا المنظمين we should welcoming the guest يعني ينبغي ان احنا نرحب بالضيوف طبعا بعد should السائلين و shouldn't برضك زي must و mustn't وكده بييجي بعدهم الفعل في المصدر يبقى we should welcome ينبغي ان احنا نرحب بال ايه بال جست اللي هم ضيوف number 13 does basmela has to come early هل بسمela مضطرة انها تيجي بدري فعلا هو بقى هل شوئة او اسم شخص بياخد بعدي has to بس لو لقى كلمة does بعد to دائما بيجي الفعل في المصدر من غير اي ادفات يبقى نقول does basmela have to come early هل هي مضطرة تيجي بدري number 14 we must to finish our meals before we leave يعني يجب علينا ان احنا نخلص الوجبة بتاعتنا او الوجبات بتاعتنا قبل ما ايه ما نغادر يبقى هنقول هنا we بقى we have to تمام كده مصط ما تاخد شو to بعدها يجي بعدها الفعل في المصدر على to اللي بيجي بعد to اللي هو have او وهنا كلمة we جمع يبقى نقول we have to number 15 you must do that it's against zalo يعني يجب عليك انتلتام الشيء ده عشان ضد القانون لا يجب قلة يبقى ايه يبقى you mustn't mustn't يعني يجب قلة الصفحة القدامها بيجي سري هندر توني سيفن صفحة تلتمية سبعة عشرين read and complete اقرأ واكمل did يعني فعلة joined ارتحقة mustn't يجب قلة should ينبغي an computations يعني مصابقات made يعني صنع i didn't use to do different hobbits انا مكنتش معتاد ان انا امارس هوايات مختلفة like my brother زي اخويا and sister واختي my brother has won lots of اخويا فاس بالكسير من computations من المصابقات my sister has done well يعني بتحل كويس in her exams في ايه في متحانات my teacher advised me يعني المدرس نصحني to try a hobby ان انا امارس هوايه او اجرب هوايه so i an art club عشان كده i joined انا التحقت number two joined التحقت بنادي الرسم language club ونادي اللغة and music club ونادي موسيقى but i space badly لكن انا بقدت بشكل سيء but i did badly number three did i started to feel disappointed بدات اشعر بالاحباط my parents say i feel that يعني والداي قالولي يجب الا ان تشعر بهذا الشعور يعني يبقى a mustn't يجب الا number two complete the sentences with the correct form سؤال التصحيح he must bark here it's forbidden يعني هو يجب علي ان هو يركن هنا عشان ده محرم او ممنوع المفروض اقول he mustn't يجب الا ما يركن ش هنا عشان دوت ممنوع mustn't number two do have to clean the house يعني هل علا مضطرة ان هي تنظف البيت طبعا علا دي مفرد والكلام في المضارع يبقى انا نسألش بدو بقى اسأل باي بضأ number three you mustn't know the password before you can use that computer يعني ينبغى عليك انت تعرف كلمة المرور قبل ما تستخدم الكمبيوتر يعني ينبغى عليهم ان هم ميجرحوش الاخرين او ميقلوا مهمش يبقى mustn't اي بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى mustn't hurt number five we must drive a car without a license يعني ينبغى علينا ان احنا نقول الصهيرة من غير license اللي هي رخصة it's against the law ضد القانون المفروض ان احنا يجب الا نقول الصهيرة من غير رخصة يبقى بدل mustn't اقول mustn't يعني يجب الا number six he should be at home it's possible يعني ده احتمالية بقى احتمال يكون في البيت بدل شو ده اقول he might يعني ربما او من المحتمل ان هو يكون في البيت it's impossible ده ممكن number seven i have wake up early to catch the flight tomorrow يعني انا مضطر ان انا اصحى بكرا مبكرا عشان الحق بالطائرة يبقى i a i have لازم بقى a to بعدها i have to مضطر انا number eight we might either make lunch ordinar يعني احنا ينبغى علينا ان احنا لنعمل الغدا لنعمل العشا اما او يبقى we might either هنجيب make هنشيل الاس يبقى الفعل في الماضر number nine he is our best friend هو صديقنا المفضر we mustn't invite him يجب علينا ان احنا ما ندعوهش لا يجب ان احنا ندعوه يبقى must we should inform them about our arrival يعني ده سؤال يعني هل ينبغى علينا ان احنا ننبغى نعلمهم او نخبرهم عن معاد وصولنا يعني هنقول هنعمل تبديل بقى في الحالة دي يبقى نقول should we هل ينبغى علينا الجو مشرك الى حد ما يعني بقى هنقول ربما او احتمال انها ما تمطرش النهاردة يبقى هنقول بدل بدل should دي بقى هنقول might الجو مشرك النهاردة الى حد ما احتمال ما تمطرش طيب ننبغى 12 درايفرز السائقين must use their mobiles when while driving يعني السائقين يجب عليهم ان هما يستخدموا تلفناتهم المحمولة وهما بيأخذوا السيارات لا طبعا المفروض اقول ايه mustn't يجب الا ما يستخدموه طبعا طيب ننبغى 13 I must went to the supermarket in the evening يعني انا عايز اقول ايه I must ايه بقى المفروض ايه لازم انا الفعل في المصدر و went دي يعني زهب ايه المصدر بتاعها go يذهب يبقى I must go to the supermarket يجب ان انا اذهب في المساء number 14 you must lie to me again يعني يجب عليك ان انت تكذب عليها تاني لا يجب الا ما تكذبش عليها تاني يبقى mustn't يجب الا number 15 you always report should your parentis of your exam results يعني عايزين نقول ينبغي عليك دائما ان انت تخبر والدك بنتائج الامتحان هنرتب الجملة ديت هنقول ايه بقى you should always report هنرتبها هم هو نفس الكلام بس هنرتبه should always report يعني ينبغي عليك دائما انت تخبر والديك بنتائج المتحان نروح على page 329 صفحة 329 وفيه عندي two dialogues وفيه محادستين ولما يجي لسؤال المحادسة اقرأه جيدا في البداية من قبل محل اي حاجة وخاصة رأس السؤال اللي بالاسود الغامق ده عشان ده بيبين لي المحادسة بتدور عن ايه وقد يكون حل لسؤال مطلوب من الاسئلة المطلوبة طيب اكمل بحبس التالية سيف يشعر بالإحراج لكونوا طويل للغاية انا شايفك منزعج لماذا طبعا عارفنا ايه ان هو عنده مشكلة اه فقال مشكلة في المدرسة ايه هي بعد كده رد عليه فقال له يعني ينبغى عليك ان انت ما تشعرش بالسوء يعني بسبب انك طويل يعني رد عليه فقال له عشان طولك ده حاجة ايجابية سأله سؤال ثاني فقال له ممكن تلطحك بفريق كرة السلة انت هتقد بشكل جيد ايه امشور انا متأكد بعد كده قال له حاجة قال له انت دايما بتشجع طيب اي سي ابسيت انا شايفك منزع كويلي ايه فهيقول انا عندي مشكلة في المدرسة اي هاب اي بروبلم ات سكول عندي مشكلة في المدرسة فهو هيقول له ات سكول مشكلة في المدرسة وات زيت ايه هي احنا عرفنا ان ايه من السطر اللي هو رأس السؤال اللي بتقيل ده ان هو ايه ان هو بيتنمر او هو محرج من طوله تمام كده فيقول ايه ونجيب بقى الكلام دوت اي انا باشعر بالحرج عشان انا طويل اوي نبقول اي فيل اه امبرست اباوت بينج ايه سو طول يعني انا هجيب ايه الجزء ده اقول له كده اي فيل امبرست اباوت بينج سو طول فقال له يو شود انت فيل باد اباوت بينج طول يعني ما غير ان انت نتشرش بسوء لا يكونك طويل بعد جاسيف سأل سؤال فقال له عشان تقولك ده شيء ايجابي يبقى هو هيقول له ايه طالما في بيكوز هنا بسبب يبقى هو سأل لماذا يبقى 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 ليه بتعتقد ايه كده why do you think that why do you think that ليه بتعتقد كده فقال له عشان تقولك ده حاجة ايه حاجة ايجابية بعد كده سألوا سؤال فقال له يمكنك ان انت لتلتحك بفريق ايه كرة السلة يبقى هو هيقول له طب ازاي انت بتقول ان هو يعني حاجة ايجابية يعني هيقول له كيف هيعني هاو هاو is آآ ماي هايت سوري هايت آآ بوزيتيف سينج ازاي دي بقى حاجة ايجابية فقال له انت ممكن تلتحك بفريق كرة السلة لو انت هتقدي بشكل جيد انا مشهور انا متأكدة فهو هيشكره بقى هيقول له ايه thank you you always encourage مي انت دايما بتشجعني المحاسة التانية سعيد يشعر بالتوتر الشديد من الامتحانات هو الآن جدا من الامتحانات فوليد وسعيد بيكلمه عبعد ووليد بيقوله what do you think the most common problems for teenagers يعني بتعتقد ايه اكتر المشكلات الشائعة للمرهغفين فرد عليه فقال له appearance المظهر I don't think سو لا اعتقد زي سأل السؤال فقال له فور مي بالنسبة لي exams are problem المتحانات دي مشكلة قال له how are exams a problem for you ازاي المتحانات مشكلة بالنسبة لك رد عليه بعد كده سأل السؤال فقال له I feel that because I am afraid I will feel يعني ربما ده يكون بسبب ان انا بشعر ان انا هفشل بعد كده رد عليه فقال له thank you for your advice شكرا لنصيحتك I'll try to be calm انا حاول ابقى هاد طيب what do you think the most common problem the four teenagers are ايه هي في اعتقادك اكتر المشاكل الشعاع ما بين المراهقين فقال له ايه قال له حاجة فقال له appearance المظهر يعني هو قال له I think appearance اعتقد المظهر هو ايه اكتر مشكلة ما بين المراهقين I think appearance قال له appearance I don't think so لا اعتقد ذلك اه بعد كده قال له بالنسبة لي لامتحانات المشكلة ايه بيقول له ماذا عنك انت بيقول له المتحانات مشكلة بالنسبة لي how are exams a problem for you ازاي المتحانات مشكلة بالنسبة لك ممكن يقول انا بشعر بالايه بالقلق من ناحيتهم او بالايه بالتوتر الشديد يبقى ممكن يقول له I feel انا بشعر anxious about them فسعر لسؤال فقال له I feel that because I am afraid I will feel يعني انا بشعر بكده لان انا بخاف ان انا ايه افشل يبقى يقول له ليه انت بتشعر بكده why do you feel that why do you feel that ليه انت بتشعر بالقلق قال له عشان انا بخاف ان انا ايه يعني افشل بعد كده رد عليه فقال له thank you for your advice شكرا على صحفك I will try to be calm انا هحاول ابقى هادي يبقى هو نصحه ان هو يبقى ايه هادي في الايه في الامتحانات يبقى اقول له you should should ينبغى عليك بان انت تكون come هادي before قبل الامتحانات before the exams فشكرا وقال له ان هو هيحاول يبقى كده فعلا نروح على page 331 صفحة 331 في تدريبات على lessons 1 و2 الدرس الاول والتاني من unit 6 الواحد الستة number one finish the following dialogue اكمل المحادثة التالية كمال is reading an article كمال بيقرأ مقالة about teenagers problems عن مشكلات المراهقين فهيشان بيقول له hello كمال مرحبا يا كمال what are you doing ماذا تفعل رد عليه بعد كده قال له تفتكر ايه اكتر مشكلة هي الشائعة او المنتشرة رد عليه بعد كده سأل سؤال فقال له cyberbullying التنمر is the when you say هو لما تقول unkind things اشياء غير طيبة about someone online عن شخص ما عبر الانترنت سأل سؤال ثاني فقال له ينبغي ان انت تخبر احد من والديك لو انت مرت بالتجربة دي بعد كده قال له كلام فقال له you are welcome يعني العفو او على الرحب والسع طيب الوقت هو بيقول له انت بتعمل ايه عرفنا من رأس السؤال ان هو بيقرأ مقالة عن مشاكل المراهقين فهيقول I am reading واجيب بقى الجزء ده كله an article about teenagers problems تمام طيب انا بقرأ ايه مقالة عن ايه مشكلات المراهقين بعد كده صاحبه قال له what problem do you think is the most common تفتكر ايه اكتر مشكلة شائعة اه طبعا هيقول له ايه مثلا اذا هو التنمر الكتروني عشان خاطر هو جاي بصيرته بعد كده هيقول ايه ايه سينك سايبر بولنج اعتقد ان هو التنمر الكتروني اي سينك اه اا اه ايز سايبر بولنج اعتقد ان هو تنمر الكتروني بعد كده اه سأل سؤال فقال له التنمر الالكتروني عندما تقول اشياء غير طيبة لشخص ما عبر الانترنت. طيب هو هيقول له ايه التنمر الالكتروني ده? فعرف له الايه? التنمر الالكتروني. انه تقول اشياء غير طيبة لشخص ما عبر الانترنت. بعد كده سأله سؤال. بقال له يعني ينبغي ان انت تخبر احد والدك لو مريت بالتجربة دي. طيب هو هيقول له ماذا ينبغي ان افعل? لو انا مريت بالايه? بالتجربة دي هيقول له ماذا ينبغي? اي دو. اف. الكلام بقى اللي موجود هنا ده. اف اي. اكسبيريانس. ات. فقال له ينبغي ان انت تخبر ايه احد ايه والدي. بعد كده هيشكره عشان هو رد هلقال له يوار ويلكم العفو لما حد آآ يشكرك تقول له يوار ويلكم العفو او على الرحب والسعر. فهتقول له ايه? شكرا لك. نمبر تو. ريد اند كومبليت اقرأ واكمل. هاب وهاس لو بيبعدهم تو بيبقى معنى يضطر ان. دي معنى الجامعة ودي معنى مخرج. امبرست يعني محرج. جلاية سعيد. سكرت سر. يعني يحبط. وانس ماي فرند طول دي مي في ذات مر اخبرني صديقي. ذات هي هاد ايه? ذات هي ديدن تتل انيوان. كان عنده ايه? سكرت سر. ما اخبرش اي ايه هاد عليه. اه 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 ايه ايه يعني هو رصب في امتحان الرياضيات. هو شعر ان هو ايه محرج جدا انباست. اه عشان الموضوع ده ما كانش عايز يعني يحبط اي حد من اي من والدي ما كانش عايز يقول لي بابا وممتو عشان اي ما يسهمش بالاحباط يبقى هنقول هو شعر بالاحراج الشتيد ومارديش ايه ما كانش عايز يحبط والدي زي وانت هم عايزينه عايزينه يبقى مهندس يعني هو لازم يجب عليه ان هو يبقى جايد في الرياضيات يبقى هي هتاخد هاز عشان هي ويت بياخده هاز تو بمعنى يضطر ان يبقى دي نمبر فور طبعا يجب عليه ان هو يكون جايد في الرياضيات عشان يبقى مهندس انا قلت له ان هو يخبرهم بالتأكيد بالتأكيد هم هيساعدوا نمبر ثري اختاري الإجابة الصحيحة معناها يعني الطريقة اللي بيبدو بيها شخص ما او شيء ما دي طبعا المظهر المظهر يعني بابايا وممتي دايما بيدعموني او بيسندوني لما بيكون عندي مصابقة هما بيساعدوني دائما يبقى سبورت سبورت يعني يدعم او يساني نمبر ثري عشان تحصل على صفة من الفعل يخيف هنحط اللاحقة هنحط اللاحقة يبقى نمبر فور نمبر ثري هندر سيرتيتو صفحة تلتمية اتنين وتلاتين نمبر فايف اف يو شو اس بيس يو ار شوينج لو انت اظهرت ايه يبقى انت بتظهر ذات يو اندرستاند ان انت بتفهم ابرسونز ستواشن موقف الايه الشخص اللي قدامك يبقى معناها ان انت ايه بتكون في الحال دي متفاهم اف يو شو اندرستاندنج يعني لو انت اظهرت تفاهوما فمعناها ان انت تفهم موقف اللي قدامك نمبر سيكس اي رسيف ديور ايميل انا استلمت الايميل بتاعك سي انتنا معاكس اوف رسيف عكس كلمة يستلن از ايه از ديليبر يواصل نمبر فور نمبر فور سؤال التصحيح عندنا وقت كبير قبل ما يبدأ الحفل موسيقي يعني احنا مش مضطرين ان احنا نسرع يبقى we don't have to مش مضطرين don't have to hurry مش مضطرين ان احنا نسرع نمبر 2 it is the last train ده اخر قطار لطنطا النهاردة hurry up اسرع we must miss it يجب علي ان احنا نفقده لا يجب الا يبقى we mustn't mustn't يعني يجب الا نفقده نمبر 3 i mustn't get up early لا يجب علي ان انا stay close مبكرا i want to go running very fast انا عايز اجري very early انا عايز اجري الصبح بدري اقوم امارس رياض تجاري يعني لا يبقى في الحالة دي انا مصت انا لازم مصح بدري عشان اروح ايه اجري الصبح بدري يبقى i must نمبر 4 you should say unkind thanks to people on social media يعني ينبغى عليك ان انت تقول اشياء غير طيبة للناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا المفروض ان انا اقول لك you shouldn't ينبغى عليك قلا يبقى بدل should اخليها ايه shouldn't بس تقدمها طبعا should and shouldn't في النصيح نمبر 5 i must take a taxi يعني هل يجب علي ان انا اخد تاكسي ده سؤال في الحالة دي انا باجيب must وبعدها الايه الفاعل اللي باجيب must في الاول يعني بمعنى ايه هل يجب عليك must اوي هعمل عملية تبديل نمبر 5 write an email اكتب email of 110 words to your friend سالي اكتب email لصديك سالي to tell here about عشان تخبريها على a problem you have مشكلة لديك your name is Magda اسمك Magda your email address وعنوان بردك الالكتروني is magda at student dot com ده عنوان الايميل بتاعك your friend's email address والايميل بتاع صديقتك السالي at yahoo dot com طبعا هو مديني 3 معلومات اسية هستخدمهم في الايميل مديني البريد الالكتروني بتاع صديقتي وده هستعمله اول حاجة في كلمة to بعد كده الكلمة اللي بعدها هتبقى from هنوريكو دلوقت الحل هحط فيه البريد الالكتروني بتاعي اللي هو magda at student dot com بعد كده الموضوع ايه على a problem you have هخليها ايه a problem i have يعني مشكلة لدي تعالوا نشوف كتبنا ايه فيه to sali at yahoo dot com يعني لي sali at yahoo dot com ده البريد الالكتروني بتاع الصديقتي اللي هو اخر حاجة مكتوبة انا بكتبها هنا اول حاجة from and mean هكتب البريد الالكتروني بتاعي magda at student dot com اهو ده تاني حاجة هكتبها هنا بعد كده subject الموضوع ايه a problem you have هخليها ايه a problem i have مشكلة لدي ببدأ الاميل بدير عزيزي واسم اللي انا بعيت له دير سالي عزيزتي سالي بحط كومة فصلة على السطر how are you and your family كيف حالك وحال اسرتك i hope you are in a good health اتمنى ان انت تكونوا بصحة جيدة دي اسمها مقدمة بكتبها في الاميل بعد كده هدخل على جملة الغرض من الاميل البيربوس بقى i am writing this email انا بكتب الاميل ده to tell you about عشان اخبرك a problem i have بمشكلة لدي in my school وادخل في الموضوع بقى في مدرستي there is a bully girl في بنت متنمرة she always annoys me دايما بتضيقني she bulls me بتتنمر علي because i am a bit fat عشان انا سمينة الى حد ما او قليلا she always هي دايما calls me بتنادي علي names باسماء that i don't like مش بحبها i feel embarrassed يعني انا بشهر بالاحراج and said when she calls me in front of my friendess لما تنادي علي قدام صحابي buy these names بالاسماء دي my father advised me بابا نصحني not to feel depressed ان انا مشعورش بالاكتئاب about what is happening اللي بيحصل ده and tell our teacher واخبر المعلم بتاعنا what this naughty girl is doing البنت الشقية دي بتعمل ايه please write to me من فضلك اكتبي لي about what i should do about this problem من فضلك اكتبي لي ما الذي ينبغي ان افعله في هذه المشكلة بعد كده في خاتمة للايميل اول see you soon اراكي قريبا ممكن اكتب with my best wishes مع اطلب تمنياتي سهلا see you soon نكتب see you soon اراكي قريبا وامدي بقى yours المخلصة ليكي مجدب امدي اسمي اللي موجود في الايميل خلصنا تدريبات الدرس الاول والتاني من unit 6 هنبدأ في تدريبات الدرس التالت والرابع هنبدأ ببيجة 344 صفحة 344 number one read and complete اقرأ واكمل do يفعل make يصنع deeply best good mindfulness يعني التركيز الكامل للزهن it's important من المهم to improve students mental health يعني من المهم تحسين الصحة العقلية للطلاب the best way to do this practicing sports يعني افضل طريقة بتحسين الصحة العقلية للطلاب هو ايه ممارسة الالعاب الرياضية يبقى هنقول ايه the best way number one the best افضل طريقة لفعل ذلك طبعا ممارسة الالعاب الرياضية اتحل بالزن بتساعدهم to relax ان هما يسترخوا if they feel anxious لو هما شعرين بالتوتر او القلق or worried about something عن شيء ما students الطلبة can practice ممكن يتدربوا على ايه التركيز الكامل للزهن او اليقظة الزهنية اللي هي mindfulness and to think وان هما يفكروا بعمق deeply number three deeply of the present في الحاضر يعني اليقظة الزهنية او التركيز الكامل ازاي ان انت تتنفس بعمق كده وما تفكرش في حاجة فاتت ولا حاجة جاية في المستقبل فكر في اللحظة اللي انت فيها وهدي عصابك فده بيساعد الانسان ان هو ايه على التركيز it helps them بتساعدهم feel better ان هما شعره بتحسن about themselves عن انفسهم and do better ويقدوا بشكل جيد do number four add their school work في عمل المدرسة بتاعهم to i number two to choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة to space is to allow تسمح or want someone او عايز شخص ما or something او شيء ما to be part of something ان هما يكون جزء من شيء ما طبعا دي اسمها الشمول او يشمل يشمل يعني include انت عايز شخص ما او شيء ما يدخل في مجموعة معينة يبقى انت عايزه ايه المجموع دي تشمله يبقى include number two to get the antenna عشان تجيب عكس of luckily luckily يعني الحصن الحظ we add the prefix نحط اللحقة a unlikely لسوق الحظ نحط البداية u in number three everyone كل واحد will have an opportunity هيبقى عنده فرصة to space on my post ان هو يعلق على المنشور بتاعي يبقى comment يعني ايه يعلق او طالب number four as best is something عبارة عن شيء that is said بيقال or done او بيفعل to make you laugh بيجعلك تضحك for example على سبيل المثال a fun story ان حد يقول لك قصة مضحكة طبعا النقطة هي ان حد يقول لك حاجة تضحك يعني يبقى is joke joke يعني نقطة number five to change the adjective عشان تغير الصفة real حقيقي انتو أبير بتحولها الفعل add the suffix هنحط اللحاقة is a realize يعني يدرك number six as best is a place عبارة عن مكان where water حيث الماء falls بيتساقط from a high cliff يعني من منحضر عالي in hells في التلال or mountains أو في الجبال طبعا ده الشلال الووترفول number seven the rules القواعد of the game بتاعت اللعبة and are quite simple بسيطة إلى حد ما simple these كلمة بسيط is similar in meaning في نفس معنى a to a كلمة easy simple بسيط زي easy سهل number eight do you know هل تعرف any funny jokes هل تعرف اي نقطة مضحقة the antenna عكس of funny عكس كلمة funny عكس كلمة is a good serious funny مضحق get serious number nine it's important من المهمة to take care of your body ان انت تهتم بجسمك and a health وصحيتك العقلية المنتال health number ten is best means معناها it is good ان حاجة جيدة that particular thing happened معناها ان شيء جيد بيحدث يبقى ايه ده حصن حظ يبقي luckily number eleven آآ the review المقالة النقدية of the book بتاع الكتاب has nothing space to say about it it sounds great ما فيش اي حاجة في المقالة ان النقدية حاجة سلبية فالكتاب ايه رائع جدا يبدو رائع ما فيش حاجة سلبية في الكتاب يبقى ايه negative يعني سلبية ما فيش في المقالة النقدية حاجة بتقول عن الكتاب ده حاجة سلبية ان هو كتاب وحش يعني فهو يبدو ان هو كتاب عزيه الصفحة اللي قدامها page 345 صفحة 345 number one read and complete اكرا واكمل have لو جيه طبعا بعدها two بنقول ايه يعني يضطر have لو جيه بعدها two يبقى اضطر ان في الماضي joking التنكيد او قول النكت funny مضحك learn يعني يدرك when i was young لما كنت صغير في السن i liked space انا كنت بحب ايه ان انا قول نكت يعني التنكيد اللي بقى ايه كنت بحب ايه ان انا قول نكت i thought كنت بعتقد i was funny ان انا مضحك i didn't ايه that i did unkind sings ما كنتش ادرك في الوقت دوت ان انا بعمل اشياء غير طيبة يعني انا مكنتش ايه realize مكنتش بدرك ان انا بعمل اشياء غير طيبة one day في ذات اليوم my friend صديقي هاد اهير قد كان لديه قصة شع i gave him ايه ادته ايه ادته funny name اطلقت عليه اسم مضحك funny التريقة عليه يعني وقلت عليه اسم مضحك عشان القصة بتاعته دي and all our friends كل اصدقائنا loved ضحكوا عليه my friend صديقي didn't come to school ما جاش المدرسة فورة ويك لمدة اسبوع i كنت مضطر بقى ان انا اقول لبابا يا مامتي i ايه اقول have ولا had لو have دي have to يعني باضطر دلوقتي had اضطرت ايه من قبل طب يبقى هنا هقول i to tell my parents كنت مضطر ان انا اخبر والدي and they told me وهم اخبروني بصوا تقول دي ده ماضي not to do this again قالول ان انت متعملش الحاجة دي تاني يبقى i a i had to كنت مضطر ان انا اقول لبابا يا مامتي وهم اخبروني ان انا ما عملش حاجة كده تاني number two choose the correct answer اختاري الاجابة الصحيحة number one two space is to become better than before ان انت تصبح افضل من الاول يبقى كده في تحسن يبقى improve continue استمر عكسها stop يتوقع number three space means معناها being able to relax ان انت قادر على الاسترخاء by commonly sing عن طريق ان انت تتفكر بهدوء about your feelings في مشاعرك and what is around you واللي حولك از امومت في هذه اللحظة طبعا ده التركيز الكامل للزهن المايندفولنس التركيز الزهن number four space is the syndrome of the word happiness في حاجة بتساوي كلمة happiness اللي هي السعادة طبعا الايه السعادة او الايه السروط number five two space is too right معناها ان انت تكتب or speak or تتكلم about something عن شيء somebody شخص ما especially خاصة without giving much information من غير ما تدي معلومات كتير يبقى معناها ده انت بتقدمه يعني ماشي introduce number six two form عشان تكون الاسم of the fin من كلمة عرف we add the suffix بنحط اللحقة i t i o l يبقى كده معناها ايه معناها definition اللي هو التعريف number seven you should improve the writing skill يعني بغى عليك ان انت تحسن مهارة الكتابة زي انتنا معاكس of improve عكس كلمة يحسن يزداد سوق يعني يبقى يوورسن number eight if some thing لو شيء happening بيحدث space it happened only a short time ago يبقى حصل من وقت قصير او يفات ماذا؟ يبقى دي حاجة حصلة لسه حديثا recently number nine two space is to keep doing something regularly انت تحفظ على فعل الشيء ده منتظام to be able to do it better عشان تخليه بشكل افضل يبقى انت كده بتتمرن بتتدرب يعني number ten people must follow traffic rules الناس يجب ان هي تتبع قواعد المرور the synonym of certain certain مؤكد بتسوي particular يعني ايه خاص او ايه مؤكد particular number eleven i have to revise انا مضطر ان انا اراجع space my mass test next week اراجع من اجل متحان الرياضيات اللي هو هيكون ليه الاسبوع القادم revise for اراجع من اجل بعد كده عندنا تدريبات على الجرامر page 349 صفحة 349 number one read and complete اقرأ واكمل couldn't يعني لم يستطع can't لا يستطيع amazing helicopter طائرة مروحية group مجموعة waterfall we had a picnic on a boat يعني احنا روحنا في رحنة او نوزها خلوية بالقارب at first في البداية it was كانت amazing كانت رائعة اول حاجة amazing او مذهلة we wore life jackets احنا لبسنا سطرات النجاة اللي هي جواكة النجاة we sailed a long way واحنا ابحرنا مسافة بعيدة اولا we saw ايه شفنا waterfall شلال we were careful when we got near it وكنوا حرسين لما قربنا عليه زين الصاد اللي بعد كده فجأة the engine stopped توقف المحرق او المطور بتاع الايه القارب we tried to start اتحاولنا نشغله but we couldn't لم نستطع number three couldn't my father my father our children for help We had calls helicopter number four helicopter طائرة مروحية who has helped us legacy number two complete the sentences سؤال التصحيح I not able find a birthday أنا ما كنتش قادر أن ألاقي هداية عيد الميلاد present for my mom لمامتي زي سير هذا العين الوقت ده في الماضي بقول إيه لم أكن قادرة على اسمها إيه wasn't able to I wasn't able to ما كنتش قادر ألاقي هداية عيد الميلاد لماما السنة دي number two That's why she يعني المعلمة شعرت بالتعب والمرض لهذا السبب she have to leave the class early كانت مضطرة أنها تغادر الفصل مبكرا طب الكلام في الماضي have to و has to في المدورة بمعنى يضطر أن الماضي بتاعهم had to مثلا لما الكلام في الماضي بقول إيه she had to اضطرت أنها leave تغادر الفصل مبكرا يبقى had to number three my grandmother جدتي could use a computer until last month يعني جدتي ما كانتش بتعرف تستخدم الكمبيوتر لغاية الشعر الفات طبعا بدأ could إيه أخليها couldn't لم تستطع يعني ما كانتش إيه تستطيع أنها تعمل حاجة دي لغاية الشعر الفات لغاية لما تعلمت استخدم الكمبيوتر couldn't number four يعني ما كنتش بستطيع أن أنا أتحدث الإنجليزية لغاية سنة الرابعة بعد كان وكانت وكود وكودنت بيجي بعدهم الفعل في المصدر مغير إضافات يبقى speak بس ما كنتش قادرة تكلم لغة إنجليزية لغاية لما بقى سني أربع سنوات يبقى إيه؟ يبقى speak number five sorry آسف مام يا مامتي I not able to do the shopping ما كنتش قادرة تسوى because shop عشان محلات where closed كانت مقفولة when I got there لما وصلت إلى هنا طبعا الكلام في الماضي وما كنتش قادرة على يبقى إيه I wasn't able to wasn't able to number six I not have to buy the flowers yesterday mom has already bought them يعني بقول إن أنا ما اشتريتش إمبارح الورود مامتي هي اللي ايه؟ اللي اشتريتهم بالفعل طبعا هنا عندي هنا يستردي بالأمس من الكلمات الدالة على إيه؟ على البستسيمبل الماضي البسيط هي بقول إيه؟ لم أشتري I didn't I didn't have to وما كنتش مضطر إن أنا أشتري الورود يعني didn't عشان الكلام في الماضي البسيط I didn't have to buy flowers زي السردي ما كنتش قادرة أشتري الورود مبارح ماما بقى بالفعل قامت بإيه؟ بفعل ذلك تمام؟ الجملة الأولينية دي في الماضي البسيط فأقول didn't have number seven there was a fire كان في حريق as a hotel في الفندق but firefighters لكن رجال الإدفاع is best able to put it out very quickly كانوا قادرين إن هم يطفوا الحريقة بسرعة طبعا الكلام في الماضي والرجال الإدفاع دول جامع آآ طبعا أنا عندي كلمة بي دي يعني البر بتوبيع عموما فعل يكون لو الكلام في المضارع أو الآن أو إز أو أور لكن لو في الماضي بيبقى was aware طب رجال الإدفاع في الماضي دول جامع هم كانوا قادرين إن هم يطفوا الحريقة يبقى but firefighters were were able to put it كانوا قادرين يطفواها بسرعة number eight space you could play chess when you were six هو أنت كنت قادر أنت تلعب في طرنج لما كان عندك 6 سنين طبعا عندها سؤال فهعمل عملية تبديل هقول إيه could you number nine it was very windy يعني كانت دو عاصف للغاية so plane زي شكرا كده الطائرات not able to leave the airport يعني الطائرات ما كانتش قادرة تغادر المطار عشان فيه إيه الجو عاصف جدا يعني يبقى الكلام في الماضي لم تكن قادرة على يبقى نقول إيه الطائرات دي جامع يبقى weren't able و2 مكتوبة ما كانتش قادرة عن مغادرة من المطار عشان إيه العواصف number ten بسملة doesn't have to stay up late يستردي ما كانتش مضطرة إنها تفضل صهرانة مبارح she has finished the hair homework اللي دي خلصت واجبها بدري طبعا الكلام في الماضي عشان يستردي يبقى قول إيه didn't didn't have to ما كانتش مضطرة في الماضي didn't إيه didn't بس عشان have to مكتوبة didn't have to stay up number eleven why do you have to do بإيه when you were at school يعني ليه إنت ما كنتش قادرة تمارس بإيه اللي هي physical education حصة الألعاب ما كنتش قادرة تشتعل فيها يعني when you were at school لما كنت في المدرسة طبعا الكلام في الماضي يبقى إيه why مش دو بقى why did number twelve yesterday بالأمس I have to finish my geography project يعني مبارح أنا كنت آآ مضطر إن أنا خلص المشروع بتاع الجغرافيا يبقى I ها هو للماضي بقى إيه هاتو كنت مضطر في الماضي number also بالرغم he was tired برغم إن هو كان تعبان he able play the match يعني هو كان قادر على لعب المباراة يبقى he was able to number 14 my brother أخويا بيدو able to read until he was nine يعني ما كانش بيقدر يقرأ لغاية سن إيه تسع سنين طبعا until هنا حتى يعني بتدي أكيد الكلام العكس مش معقول هو كان قادر يقرأ وعنده تسع سنين وأنا بقول حتى لا هو ما كانش قادر يقرأ لغاية تسع سنين يبقى إيه أخويا ده مفرد يبقول لم يكن قادرا على آخر صفحة معنا يولاد النهاردة page 350 صفحة 350 number one read عندكم read اقرأ واكمل carefully بحرس comment تعليق weren't able لم يكنوا قادرين على couldn't لم يستطع experience يعني تجربة حياتية وresult يعني نتيجة my little brother أخويا صغير suddenly فجأة decided not to go to school كرر فجأة أن هوم يرش المدرسة we weren't able أو الواحدة weren't able ما كناش قادرين to know نحن نعرف why ليه but my parents لكن والدي asked his friend سألوا صحابه they said هم قالوا that he had a bad أن هو حصلت له تجربة إيه سيئة bad experience someone في شخص could syllable him يعني في واحد استطاع أن هو يتنمر عليه إلكتروني هو كتب تعليق بقى إيه غير طيب comment ثلاثة comment كتب تعليق غير طيب about him عنه on social media على وسائل التواصل الاجتماعي we talked to my brother قعدنا نتكلم مع أخويا and told him أخبرنا to choose his friend أن هو يختار صحابه carefully بعناية يبقى أول واحدة weren't able التانية experience التالتة comment والربعة carefully number two complete the sentences with the correct form سؤال التصحيح سؤال grammar last Sunday الحد اللي فات we can't take any photos in the museum ما كناش قدرين نرتقط أي صور فوتوغرافية في المكحب can't d يعني لا يستطيع الآن لكن الكلام كان في الماضي احنا ما قدرناش في الحد اللي فات last Sunday يبقى نقول لم يستطع في الماضي اسمها couldn't can't لا يستطيع في الحاضر couldn't لم يستطع في الماضي يبقى خلي can't couldn't number two the roads الطرق were very busy كانت مصدحة من الغاية so we has to stay home عشان كده احنا كنا مضطرين نقعد في البيت الكلام في الماضي قدرين شايفينه ويره يبقى الماضي بتاع has to have to اضطرين نقعد في في البيت number three you could swim when you were ten يعني هل انت كنت قدر ان انت تسبح ما كان عندك عشر سنين هدا سؤال فهعمل عملية تبديل اول could you يعني هل ايه كنت تستطيع number four i wasn't able ride a bike at the age of four يعني انا ما كنتش قادر ان انا اركب دراغة لغاية سن ايه الرابعة يبقى i wasn't able to write number five he has to visit his uncle last week يعني هو كان مضطر ان هو يزور عمه المريض الاسبوع الماضي الكلام في الماضي ولسه اللي ان الماضي بتاع has a head head يعني كان مضطر في الماضي number six my mother told me اخبرتني i not able to walk until i was about three ان انا مكنتش قادر امشي لغاية سن ايه لغاية سن الثالثة يبقى انا مكنتش قادر على في الماضي يبقى i wasn't able to wasn't able to number seven eight years ago من ثمان سنين الماضي اجو دي الكلمات تدلع على الماضي البسيط خلي بالك i can play zabyano but i play it will now يعني عايز اقول من ثمان سنين فات كنت بعرف العب بيانو الوقت انا بلعبه كويس ولا ما كنتش بعرف العب بيانو لأ انا مكنتش بعرف العب بيانو لكن الوقت ايه بعزف عليه كويس يعني i a i couldn't i couldn't play zabyano مكنتش بعرف عزف على البيانو من ثمان سنين فاتو but i play it well now لكن الوقت انا بعزف عليه كويس number eight the teacher المعلم couldn't found the box yesterday ملقاش الكتب مبارح اه بعد ايه لسا ايه بعد ايه بعد could و couldn't لازم يجي الفعل في المصدر من غير اضافات يبقى the teacher couldn't ايه find فاون واجد المضارع بتاعها ايه find المصدر بتاعها ايه find number nine we have to get up early yesterday because it was a holiday احنا كنا مضطرين نس حنبار حبادر عشان اجازة ولا ما كناش مضطرين لا ما كناش مضطرين يبقى didn't have نبنكوا مضطرين في الايه في الماضي number ten yesterday بالامس i didn't have money ما كانش معي بانك عشان كده انا كنت مضطر ان اروح البانك يبقى الكلام في الايه الكلام في الايه في الماضي يبقى i had to go لازم بعد هذا هيجي توب المصدر to go طيب number eleven there was no water ما كانش في ميا i think he not able have a bus in the morning اعتقد ان هو لم يستطع ان هو ياخد حمام يعني في الصباح يبقى i think he i think he wasn't able to لم يكن قادرا على هي كانت عينة جدا عشان كده انا كنت مضطر ان انا اتصل بالطبيب قولنا الماضي بتاع have to had to عشان يتكلام في الماضي اضطررت اضطررت في الماضي ان انا اتصل بالطبيب عشان هي جاء اتعبانة جدا number thirteen in nineteen forty five سنة 1945 people could play video games الناس كانت قادرة تلعب لعب فيديو لا هو ما كانش اصلا في الوقت دوت في لعب فيديو اصلا يبقى الناس couldn't لم تستطع لعب لعب فيديو number fourteen محمود was able to give all the answers to the sums قدر يحل كل المسائل تمام كده يبقى محمود was able to وهي نقصة بس تو في الاخر كان قادر على number fifteen he can read the english will at the age of eight هو كان بيقدر يقرأ انجليزي كويس وهو عنده ثمان سنين الكلام في الماضي والماضي بتاع كان يستطيع دلوقتي could استطاع في الماضي يبقى نخليها could كده نكون انتهينا من حل الجزء الاول من يونت الواحدة الستة كتاب جيم تعدادي الفين تلاتة وعشرين ترم اول حلينا لغاية صفحة تلتمية وخمسين انتظرونا ان شاء الله في الجزء التاني مع تمانياتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته